السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين في فيديو جديد تعرفوا ان في ديانة اسمها ديانة جوجل ايوه زي ما انت ما سمعت كده في مجموعة محدودة خالص من الناس بيعبدوا محرك البحث جوجل ده بناء على ان هم كل ما يسألوا سؤال او كل ما يكتبوا يعرف محرك البحث السؤال يجي على بالهم فجوجل بيجاوبهم سواء باجابة موثقة من جوجل نفسه او على حسب المواقع اللي بتكون موجود عليه وده بناء على معتقد هم سرقينهم الديانات السماوية على اساس ان ربنا يعرف كل حاجة يعني زي ما عندنا في الاسلام احنا بقولون ربنا عليم خبير يعرف كل حاجة فهم سرقوا ده اه ربنا يعرف كل حاجة طب جوجل يعرف كل حاجة ده بالنسبة لهم هم يعني يبقى جوجل ربنا والعياذ بالله ولو جينا للمنطق فجوجل يعرف كل حاجة ولكن على مستوى العقل البشري المحدود بس مش على مستوى الحاجات والمعلومات اللي العقل البشري مش مستوعبها وما يقدرش يستنتجها وما يقدرش يعرفها أو مش عارفها أصلا يعني لو سألته عن أي حاجة تخضع لتفكيرنا المحدود هيجوبك بكل سهولة ده ليه؟ لأن إجابة جوجل دي ما هي إجابة إنسان أصلا إجابة إنسان عارف إجابة السؤال اللي أنت سألته فشركة جوجل خدت إجابة الإنسان ده ورفعتها كإجابة على السؤال اللي أنت سألته أو اللي أنت كتبته في محرك البحث بس هي دي فكرة كل الأسئلة اللي أنت بتسألها على جوجل يعني مثلا لو سألت جوجل سؤال كم المسافة من الأرض للقمر بالسنتيمتر خلاص بكل سهولة هيجوبك ده ليه؟ لأن في مجموعة من علماء الفضاء حسب المسافة ما بين الأرض والقمر وحولوها بالسنتيمتر وجوجل خد الإجابة دي وحطها ضمن الإجابات على السؤال ده أو على ما يشبه السؤال ده ولكن لو جيت مثلا تسأله كم عدد النجوم الموجودة في الفضاء أو كم عدد حبات الرمل الموجودة في الصحراء مش هتلاقي إجابة موسقة من جوجل ولكن كل الإجابات اللي انت هتلاقيها ما هي إلا إجابات من أشخاص رفعوها على مواقعهم اجتهاد منهم لأكثر والأقل لدرجة أن جوجل نفسه مش موسقها لأنها مش معلومة رسمية مش معلومة أساسية وده شيء طبيعي جدا لأن جوجل يخضع للعقل البشري المحدود والأسئلة الخارقة للعقل البشري المحدود مش هيعرف فيه جوابها وكل ما هو خارج عن قدراتنا فهو خارج عن قدرات جوجل برضه بسيطة وشركة جوجل بالتحديد موهوبة في جمع المعلومات وده بصفتها أكبر شركة في العالم ويريت محدش فهمني غلط لما أقول إن هي أكبر شركة في العالم إن هي أغنى شركة أو أكتر شركة عندها فلوس أو أكتر شركة عندها فائد مش عارف في الماديات أو أغلى شركة من حيث الأسهم لا هي أكتر شركة منتشرة في العالم من حيث مستخدمين خدمتها وده بناء على حاجات كتير منها إن 85% من الموبايلات الموجودة حوالي العالم بتشتغل بنظام أندرويد التابع لجوجل حتى الـ 15% من الموبايلات اللي ما بيشتغلش بنظام أندرويد فهتلاقي عليه خدمات جوجل حتى الموبايلات اللي ما عليهاش خدمات جوجل فبتخش على مواقع تابع الجوجل سواء يوتيوب أو جوجل نفسه أو جيمين حتى المناطق اللي ما فيهاش موبايلات أصلاً وفيها كمبيوترات بس فالكمبيوترات دي يا إما بتستخدم خدمات جوجل يا إما بتخش على مواقع جوجل فجوجل لبسة لبسة في كل حتة في العالم منتهية وبناء على الانتشار الفظيع لجوجل وخدماتها في العالم كله وبين أفراد العالم كله تقريباً فده بيسمح لها إن هي تجمع معلومات من كل شبر في العالم والموضوع ده كان زمان يبدو صعب سيكة ده نظراً لأن كان فيه أشخاص هم المسؤولين عن تطوير المعلومات بتاعت جوجل ويخلونه هو up to date كل فترة معينة بقى التطوير في جوجل بيتم منه لنفسه عن طريق الزكاء الصناعي الزكاء الصناعي في المرحلة اللي احنا فيها دي وصل لمرحلة مرعبة لا مرعبة مرعبة يعني بحس إن فيه بعض أنواع الزكاء الصناعي ما بقتش تحتاج الإنسان في كل أنواع التطوير يعني تطوير المعلومات والمعرفة في جوجل مثلاً ما بقاش يعتمد على الإنسان بس لا جوجل بقى يتعلم منه لنفسه ولكن التطويرات الكبيرة طبعاً بيقوم بها أفراد وعرب مثال على الكلام اللي احنا بقول ده حتة الموبايل اللي في جيبك الموبايل اللي في جيبك يعرف عنك كل حاجة موعيد دومك صحيانك شغلك دراستك المكان اللي انت عايش فيه أكتر حتى تطبيقات وفيديوهات بتخش عليها حتى في بعض الأحيان بيكون عارف أكلتك المفضلة وسافرت فين وروحت فين وهي الأماكن اللي انت بتروحها بصفة دائمة والأماكن اللي بتروحها بصفة متقطعة حتى المعلومات عن صحتك اللي هو ضربات قلبك ضغط دمك نسبة الأكسجين كل المعلومات دي جوجل بتاخدها وبتجمعها في باتابيس وبتبتدي خدمات جوجل اللي هي تطور أسلوب الاستخدام بتاعها على حسب المعلومات اللي جمعتها لكل شخص زي مثلاً شخص بلعب باب جي بصفة دائمة خلاص أنا فهمت ان انت بتحب لعبة باب جي وبتحب الأب ده ابعتلو متوفيكيشن كتير حسن إداء الموبايل والأب ده شغال علّي الإضاءة ابعتلو عروض خاصة بالأب ده شخص بيستخدم يوتيوب كتير اعمل معاه نفس الحوار ابعتلو متوفيكيشن عن الفيديوز ومش أي فيديوز كمان الفيديوز اللي انت بتحبها اللي هو اتعلم ان انت بتحبها من كتر مشاهدك لها الكاتجوري المعينة اللي انت بتحبها هو خلاص عرف وبقى يبعت لك منها فيديوهات ابعتلو متوفيكيشن عن الفيديوهات دي ده جزء بسيط من شغل الأداء الصناعي وتعليم نفسه بنفسه من منظور عام لو منظور بيتطبق على غالبية الناس ولكن من منظور خاص من منظور اللي هو جوجل بتستخدم المعلومات دي لنفسها فهي بتاخد جزء صغير من المعلومات دي وتستخدمه كإجابات على أسئلة في جوجل هتقول لي ايه ده هي بتستخدم معلوماتي في إجابات على أسئلة جوجل هقولك اه لكن مش بالطريقة اللي جات في بالك دلوقتي حالا هضرب لك مسال صغير مثلا موبايلك اللي في جيبك ده في حاجة اسمها تحديد مكانك بحس انه موبايلك بيحدد لجوجل مكانك على كوكب الأرض فلو موبايلك مثلا حدد ان انت على طريق معين خلاص كده جوجل تسجل عنده ان انت في اللحظة دي موجود على الطريق الفلاني ونفس الشيء بيحصل مع غيرك الموجودين على نفس الطريق موبايلك بتبعت لجوجل ان هم موجودين على الطريق الفلاني اللي انت برضو موجود عليه فكده جوجل تفهم ان فيه اكتر من شخص موجودين على الطريق ده فلما يجي واحد يسأل على جوجل مابس اخبار الترافيك عاملة ايه في الطريق الفلاني تروح جوجل تستخدم المعلومات اللي جامعتها ان فيه ناس كتير على الطريق الفلاني يبقى الطريق ده زحمة من غير ما انت تحس ومن غير ما اي حد يحس وبدون اختراق للخصوصية جوجل استخدمت معلوماتك عشان تجاوب على سؤال بس وبناء عليه فجوجل بتستخدم غالبيت معلومات الناس عشان تجاوب على اسئلة جوجل بدون اختراق الخصوصيات وقيس على موضوع الترافيك او موضوع الزحمة ده كل اجابة سؤال بتتسئل لجوجل وانا في الفيديو ده مش جاي تكلم على موضوع ديانة جوجل والناس اللي بتعبد جوجل والعيازوا بالله عشان شايفينوا ان هو عارف كل حاجة وبيجاوب على كل اسئلتهم ان هنا جاي اوضح ازاي جوجل بتجمع المعلومات دي لحتى تطبيق جوجل ترانسليت غالبيت وبيكون كلمات الاب نفسه تعلمها من المستخدمين اللي هو لو حصلت معك في مرة انت ممكن تكون دورت على كلمة من فترة هو مكانش يعرفها ولما جيت دورت عليها تاني في الوقت ده عرفها هيكون عرفها منين الزكاء الصناعي تعلمها من واحد من المستخدمين وتم اضافتها بالتعريف بقى بالمعاني الكتير وهكذا لكل اللغات طبعا بس في المثال بتاع جوجل ترانسليت مش بيكون الزكاء الصناعي بس هو اللي بيعمل كده لا بيكون فيه ناس بمسؤولين عن تطوير الاب هم اللي بيساعدوا في الموضوع ده فاتمنى تكون الفكرة وصلت يعني واتمنى يكون الفيديو ده مفيد ولليت لو عقب الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب كومنتي تحت لان ده بيساعد على انشان الفيديو وشكرا